السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولياء أمور طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي أهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة نشرح الدرس الثالث من الوحدة الثانية البيئات المصرية من منهج الدراسات الاجتماعية الجديد للصف الرابع الابتدائي لفصل الدراسي الأول وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس لأصلكم من كل جديد ما أنواع البيئات المصرية لقد اختص الله مصر بموقع جغرافي فريد ومظاهر سطح متعددة ومساحة كبيرة إذن ربنا اختص مصر بموقع جغرافي فريد ومظاهر سطح متعددة ومساحة كبيرة مما أدى إلى تنوع البيئات المصرية فيها حيث يوجد بها بيئة صحراوية وبيئة زراعية وبيئة ساحلية البيئة الصحراوية تضم الصحراء السوداء والصحراء البيضاء وتضم جبال البيئة الساحلية تضم سواحل تتميز بمظاهرها الخلابة البيئة الساحلية تضم سواحل تتميز بمظاهرها الخلابة عليك نشوف مظاهر السطح على خريطة مصر أول حاجة عندنا البيئة الصحراوية تتمثل في الصحراء الغربية والصحراء الشرقية وشبه جزيرة سينة أما البيئة الزراعية تتمثل فيه دلتا النيل ووادي النيل دلتا النيل ووادي النيل أما البيئة الساحلية تتمثل فيه سواحل البحر الأحمر وسواحل البحر المتوسط وسواحل خليج السويس وخليج العقبة في شبه جزيرة سينة عن حل مع بعض سؤال إفهم مطبق واحد لاحظ وحدد هنا أقول لك لاحظ الخريطة التالية أكتب على ما يدل كل لون من الألوان الموجودة في مفتاح الخريطة واصفا كل مدلول بجملة من مفرداتك الخاصة فعندنا هنا اللون البنفسجي اللون البنفسجي هنا يشير إلى البيئة الساحلية يشير إلى البيئة الساحلية وتقع على البحر البيئة الساحلية تقع على البحر أما اللون الأصفر البيئة الصحراوية وتنتشر بها الرمال اللون الأخضر البيئة الزراعية توجد بها الزراعة يبقى اللون الأخضر البيئة الزراعية وتوجد بها الزراعة ما الخصائص الطبيعية للبيئات المصرية يقول لك أن لكل بيئة من البيئات المصرية خصائص طبيعية تميزها تتمثل هذه الخصائص فيه أول حاجة ناخده البيئة الصحراوية البيئة الصحراوية تمثل معظم مساحة مثل يبقى معظم مساحة مثل بيئة صحراوية توجد فين؟ توجد فيه الصحراء الغربية والصحراء الشرقية وشبه جزيرة سينة ودع الخريطة البيئات الصحراوية توجد فيه الصحراء الشرقية والصحراء الغربية وشبه جزيرة سينة طب إيه خصائص البيئة الصحراوية؟ خصائص البيئة الصحراوية بتنتشر فيها المنخفضات زي منخفض القطارة والقسبان الرملية مثل بحر الرمال العظيم في الصحراء الغربية بحر الرمال العظيم في الصحراء الغربية وتميز بالجبال الشاهقة والرمال الزهبية في الصحراء الشرقية الجبال الشاهقة المرتفعة والرمال الزهبية في الصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء هذا بالنسبة لخصائص البيئة الصحراوية يبقى البيئة الصحراوية تتمثل في الصحراء الغربية والصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء طب ايه خصائص البيئة الصحراوية تنتشر فيها المنخفضات والكسبان الرملية مثل بحر الرمال العظيم في الصحراء الغربية والجبال الشاهقة والرمال الزهبية في الصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء في الصحراء الغربية الكسبان الرملية الكسبان الرملية هي تجمعات كبيرة من الرمال الكسبان الرملية عبارة عن تجمعات كبيرة من الرمال الصحراء البيضاء الصحراء البيضاء يغطيها اللون الابيض وتعتبر متحف مفتوح لدراسة المظاهر التدارسية والحفريات والحياة البرية الصحراء البيضاء يغطيها اللون الابيض وتعتبر متحف مفتوح لدراسة المظاهر التدارسية والحفريات والحياة البرية اما الصحراء السوداء تتميز بجبالها وهضبها المغطاة باللون الاسود ليه؟ بسبب بقايا الانفجارات البركانية التي جفت على مدى ملايين السنين يبقى الصحراء السوداء تتميز بجبالها وهضبها المغطاة باللون الاسود بسبب بقايا الانفجارات البركانية التي جفت على مدى ملايين السنين فهنا جيك سؤالي تفسر سبب تسميت كل من الصحراء البيضاء والسوداء بهذا الاسم تقول ان الصحراء البيضاء يغطيها اللون الابيض وتعتبر متحف مفتوح لدراسة المظاهر التدارسية والحفريات الحياة البرية أما الصحراء السوداء فتتميز بجبالها وهضبها المغطاة باللون الاسود بسبب بقايا الانفجارات البركانية التي جفت على مدى ملايين السنين ثانيا البيئة الزراعية تضم الجزء الأكبر من الأراضي الزراعية في مصر بقايا البيئة الزراعية تضم الجزء الأكبر من الأراضي الزراعية في مصر وتوجد فيه دلتالنيل ووادي النيل طب ايه خصائص البيئة الزراعية أول حاجة تربة خصبة تزرع فيها جميع المحاصيل الصيفية والشتوية يبقى خصائص البيئة الزراعية أول حاجة تربة خصبة بتزرع فيها جميع المحاصيل الصيفية والشتوية ثاني حاجة تتميز باستواء الصدح تتميز باستواء الصدح الحاجة التالتة بتعتمد على مياه نهر النيل في جميع مجالات الحياة تعتمد على مياه نهر النيل في جميع مجالات الحياة يبقى عندنا البيئة الزراعية توجد فين؟ توجد في دلتة النيل ووادي النيل طب ايه خصائصها؟ تربة خزبة تزرع فيها جميع المحاصيل الزراع الشتوية والصيفية وتتميز باستواء الصدق وبتعتمد على مياه نهر النيل في جميع مجالات الحياة نهر النيل يجري نهر النيل في الاراضة المصرية من الجنوب الى الشمال ليصب في البحر المتوسط واذا تتبعت مصار النيل ينوبا ستجد يبقى نهر النيل عبارة عن مجرى ماء او يجري نهر النيل في الاراضة المصرية من الجنوب الى الشمال ليصب في البحر المتوسط ايقول لك اذا تتبعت مصار نهر النيل جنوبا ستجد اول حاجة السد العالي باسوان السد العالي باسوان الذي يخزن المياه لري المناطق الزراعية على طول نهر النيل على مدار العام يبا السد العالي بأسوان بيخزن المياه لري المناطق الزراعية على طول نهر النيل على مدار العام وبعد كده بحيرة ناصر بحيرة ناصر توجد أمام السد العالي يبا بحيرة ناصر توجد أمام السد العالي وتعتبر بحيرة ناصر أكبر البحيرات الصناعية في العالم بحيرة ناصر من أكبر البحيرات الصناعية في العالم وتعد موطنا لكثير من الأسماك البيئة الساحلية تتمثل في الشريط الساحلي للبحر المتوسط شمالا والبحر الأحمر شرقا البيئة الساحلية تتمثل في الشريط الساحلي للبحر المتوسط شمالا والبحر الأحمر في الشرق والبحر الأحمر في الشرق هنا يقول لك توجد في ساحل البحر المتوسط وساحل البحر الأحمر البيئة الساحلية توجد في ساحل البحر الأحمر وساحل البحر المتوسط طب ايه خصائص البيئة الساحلية اول حاجة بيقولك ارض شبه مستوية السطح اول حاجة من خصائص البيئة الساحلية ان هي ارض شبه مستوية السطح وبتكون واسعة عند البحر المتوسط وضيقة عند البحر الاحمر اصحى ل 이용توية الساحل حاجة اوزع من ساحل البحر الاحمر وزلك لا اقترب الجبال من الساحل والبيئة الساحلية تنتشر فيها الشعاب المرجانية في مناطق عديدة طب ايه هي الشعاب المرجانية؟ الشعاب المرجانية بتنتشر على طور ساحل البحر الأحمر وخليج السويس والعقبة تتميز بمظاهرها والوانها الخلابة التي تجذب السياح إليها تتميز بمناظرها والوانها الخلابة التي تجذب السياح إليها دمين الشعاب المرجانية عن حل مع بعض سؤال إفهم مطبق اتنين هنا هيقول لك انسب المظاهر التالية إلى البيئة الطبيعية التي تنتمي إليها فعندك أول عبارة يقول لك أطول أنهار العالم دي ايه البيئة الزراعية ثاني حاجة يقول لك الصحراء البيضاء والصحراء السوداء ده البيئة الصحراوية نعلم هنا على البيئة الصحراوية طيب جبال شاهقة وهضاب متعددة برضو البيئة الصحراوية نعلم على البيئة الصحراوية رقم أربعة تجمعات كبيرة من الرمال لها أشكال مختلفة تجمعات كبيرة من الرمال لها أشكال مختلفة دي برضو بيئة صحراوية رقم خمسة أكبر بحيرة صناعية في العالم أكبر بحيرة صناعية في العالم البيئة الزراعية شعاب مرجنية ذات ألوان خلابة البيئة الساحلية رقم سبعة تربة خزبة تزرع فيها المحاصيل الصيفية والشتوية البيئة الزراعية افهم مطبق ثلاثة اقرأ واجب هنا اقول لك ما نوع البيئة التي تصفها كل جملة من هذه الجملة واجيب لك زراعية ولا صحراوية ولا ساحلية يعني اقرأ مع بعض أول جملة توفر لنا الحبوب والفاكهة والخضار لتلبيت حاجاتنا ده بيئة زراعية طب تاني حاجة اقول لك عند زيارة هذا المكان احمل معك زجاجة ماء لأن الحر يكون شديدا وضع نظارات شمسية لتحمي عينيك من الرمال التي قد تدخل فيها ده بيئة صحراوية ده ايه بيئة صحراوية رقم ثلاثة لا يمكن شرب الماء منها لكن يمكنك اللعب على شواطئها ده بيئة ساحلية رقم أربعة تعتمد الحياة فيها على مياه الآبار البيئة الصحراوية هنحل مع بعض افهم وطبق خمسة اقول لك فكر واجب تخيّد انك ستزور الاماكن التالية حدد نوع البيئة التي تتوقع ان تشاهدها في كل منها والأنشطة التي يمكن ان تمارسها فيها اول حاجة يقولك الإسكندرية في الإسكندرية ده بيئة بيئة ساحلية بالإسكندرية نوع البيئة ساحلية والأنشطة الصيد والسياحة يبقى الإسكندرية بيئة ساحلية والأنشطة التي تمارس فيها أنشطة الصيد والسياحة رقم اثنين الغردقة الغردقة نوع البيئة نوع بيئة ساحلية والأنشطة الصيد والسياحة الصحراء البيضاء نوع البيئة بيئة صحراوية والأنشطة برضو السياحة أسوان بيئة زراعية الأنشطة الزراعة والسياحة افهم طبق 6 هنا فكر وعبر اكتب مصرحية من فصل 1 تتناول بيئة من البيئات المصرية السلاسة الزراعية الصحراوية أو الساحلية توضح فيها خصائص البيئة وأهم ما يميزها ثم اكتب عنوان للمصرحية مرخصا لأهم أحداثها فهنا عندنا عنوان المصرحية عن اختار البيئة الزراعية مرخص المصرحية فلاح مصر يعيش في محافظة من المحافظات الوجه البحري أهم الأحداث الفلاح لديه أرض زراعية يقوم بزراعتها بمياه نهر النيل والتربة الخصبة حولها أهم الأحداث الفلاح لديه أرض زراعية يقوم بزراعتها بمياه نهر النيل والتربة الخصبة حولهم وكذا يكون وصلنا معكم نهاية الدرس النهاردة أرجوكم استفدتم معنا تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لأصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته